أعرف أنا وأنت عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما يكره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما نعرفه عن أهلنا وعن أخوي وأخوك أكثر ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم واضح واضح ما يحب البصار ما يحب الريح الشينة ما يحب يحب الدباء يحب قلف كتاب في النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة صفحة الكتاب ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يكره هكذا العظماء واضحون أنا واضح اللي ما يعجبني بقوله واللي يعني عادي أنا أتغافل عنه وإن كان خطأا ممكن أتغافل عنه طيب إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي مزيج بين التغافل والصراف حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسط فضيلة بين طرفين بين رذيلتين يعني لا هو بالمسرف عليه الصلاة والسلام ولا هو بالبخيل وإنما هو الكريم الذي لا يخشى الفقر كريم نجي في قضية الشجاعة لا هو باللي متهور ولا هو باللي يجبن عليه الصلاة والسلام نأتي في قضية أيضا تعامل مع الناس لا هو باللي دائما ينتقد ولا هو باللي دائما يتغافل عليه الصلاة والسلام ويترك الأخطاء كما هي لا كان يصحح للصحابة وكان حتى تدقيقه على بعض الصحابة يعني يختلف باختلاف مقام هذا الصحابي يعني الخطأ من أبو بكر غير الخطأ من شخص آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه يترك المسألة بهذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي المرحمة وأنا نبي الملحمة النبي الذي نزل من المنبر والتقط الحسن والحسين في لقطة شاعرية أبوية حانية عليه الصلاة والسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن فلان وفلان أقتلوهم ولو وجدتموهم قد تعلقوا بأستار الكعبة هذا التوازن هو الذي خلق عظمة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم فنجي في مسألة التغافل الآن نعم أنا سؤالي بالتحديد عن أنا ما أقول أن الآية دليل على التغافل بإطلاق أنا أستدلبها أو أريدها لبيان الحدود لبيان الحدود البعض في التعريف والبعض في الإعراض أحسنت أحسنت زاكر الله خير إذا قلنا أن التغافل سوسة العلاقات فهي عبارة مستفزة نعم يجيك واحد يقول لك طيب الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة يقول تسعة أعشار العافية في التغافل سنقول نعم وصدق التغافل الصحيح مقيد بما يديم العلاقة فقط أي تغافل لا يديم العلاقة هذا تغافل مذمو ومن يحدد هل هذا الموقف هو سبب في استدامة العلاقة أو لا تقدير الموقف ثلاثة شروط جميع أي سلوك في الطرف الآخر لا يستطيع تغييره هو أيه هو لا يستطيع تغييره في خلقته في طريقته في طريقة كلامه في طريقة أكله لا يستطيع تغييره يجب أن تتغافل عنه أي سلوك لا يحدث إلا نادرا يا أخي تغافل عنه لا تكون مدق ولقاضي أي سلوك لا يؤذيك حدوثه تغافل عنه ولكن في السلوك في العلاقات الدائمة لاحظ في العلاقات الدائمة عن صديقي زميلي دائما في المكتب معي زوجتي أخوي واحد من أبنائي أي سلوك هي تقدر تغيره مثلا زوجتي تقدر تغيره ويحدث دائما ويزعجني حدوثه سكوتي عنه يفسد العلاقة يفسد العلاقة هذه في العلاقات الخاصة في العلاقات المؤقتة واحد جنبي في المستوصف جالس أنا في الانتظار واحد في الطابور واحد في الطائرة لا لا أتغافل بشكل عام ما عندي مشكلة أتغافل بشكل عام إلا ما كان منكرا وأستطيع أني أحدثه بطريقة واسلوب جيد أني ممكن أنصح نصيحة لطيفة في العلاقات الدائمة أرجع وأقول هذه ثلاثة شروط وقيدها إذا كان تديم العلاقة سأفعلها وإلا وإلا بعض العلاقات أهم من التعليقات بعض العلاقات أهم من التعليقات فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم مع أنه كان عزيز وهم في ذلك الموقف يحتاجونه مع أنه كان مظلوما وهم كانوا ظالمين ويستحقون ما يمكن أن يقوله لكنه غلب العلاقة على التعليق وأسرها في نفسه ليش لديمومة العلاقة خلاص أنا هذول أخواني وأنا طيب السكوت هنا اختيار ولا اضطرار اختيار ايه هنا اختيار لذلك التغافل اللي نابع عن اختيار هذا التغافل الإيجابي ممتاز التغافل النابع عن اضطرار ما أقدر أقوله مستحي خايف أخاف يزعل أخاف مدري إيش هذا ينخر في جسد العلاقة النرجسية حالة متطرفة بالإعجاب بالذات والشعور بالاستحقاق أنا أستحق أنا أستحق توكيد الذات وسط وسط بين العدوانية اللي هو الشعور المتعدي على الحق الآخر وأن من العدل أنت استثنيني وأنا غير والفردانية هي وسط بين هذه الحالة وبين الدنيا والتراجع والإيثار المخل والتضحية كقربان لإرضاء الآخرين هي وسط طيب ما ضابطها أن تعرف حقوقك وتتحدث بها وتعرف حدود الآخر وتوقفه عندها جميل هذا ضابطها ما هو حقك ما هو الواجب عليك وحق الآخر فإذا أنت كنت ممن يطلب حقك يطلب حقه ولا يؤدي واجبة إحنا نقول هذا تعدي وهذا سوء أدب وهذا من شرار الناس سماه النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت ممن يؤدي واجبة يؤدي واجبة ويطلب حقه أنت هنا أنت هنا إنسان خلنا نقول إنسان عندك عافية نفسية ليست مشكلتك أن لا يستجاب لك هنا أمر آخر يعني ليس من توكيد الذات أن لا بد أن يستجاب لك لا أبدا ولا يربط بالاستجابة لكن الأصل أن تتحدث الأصل أن تحتج الأصل أنك تتكلم استجابة الطرف الآخر هذا أمر آخر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي إنكم ستجدون أثرة من بعدي قالوا وما نفعل يا رسول الله أثرة يعني الناس يأخذون ما هو لهم وما ليس لهم حتى حقكم ربما يؤخذ قالوا وما نفعل يا رسول الله قال أد الذي عليك واسأل الله الذي لك الأصل أنك أنت تؤدي واجباتك وتطلب حقوقك إن جاءت الحمد لله ما جاءت أنت أديت اللي عليك فإحنا نقول في توكيد الذات يا أخي لا تسكت أتكلم لكن لكن في الكتاب نفسه أنا ذكرت نظرية البوري نظرية البوري بسيطة فكرتها وهي أنك لو في واحد رجع عليك ريوس رجع عليك الخيار الأمثل أنك تقول ديد بس تنبيه بسيط 90% من الناس سيتوقف سينتبه طيب ما انتبه تطول ترى من حكمتك أنك تقول ديد طيب ما انتبه ديد 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 ترى هذه حكمة وهذا الصواب وهذا الصح منتبه ديد لين انتهي البودكاست لازم يوقف نعم الاشكال وين؟ الاشكال أن تكتفي عند ديد لين يصدمك ترجمة نانسي قنقر